بسم الله الرحمن الرحيم جهاز الحضور والانصراف الذي نسميه باللغة الانجليزية Time Attendance Machine يعني هذا هو اسمه باللغة الانجليزية لاحظ الاسم Time Attendance Machine يعني جهاز حضور وانصراف وجهاز حضور وانصراف اللي هو جهاز الدوام بصمة يعني بشكل مختصر بصمة ايش رح ناخذ ان شاء الله في هذا الفيديو رح نتعرف على فكرة عمل جهاز الحضور والانصراف يعني كيف يشتغل جهاز الحضور والانصراف ايش الالي اللي يشتغل بها جهاز الحضور والانصراف يعني فكرة العمل ورح نتعرف على الجهاز ايش مكونات الجهاز كيف نوصل الجهاز على الشبكة ثم رح نتعرف على البرنامج في برنامج مرفق يتم تنصيبه على الجهاز الكمبيوتر لكي يتم التعامل مع الموظفين ونقوم بإدخال بيانات عشوائية لموظفين واضح الكلام ومن ثم ملاحظات واستفسارات نبدأ من النقطة الأولى التي هي فكرة عمل جهاز الحضور والانصرف أنا رح أبسط فكرة فكرة عمل جهاز الحضور والانصرف كالتالي النقطة الأولى التي هي فكرة العمل تلخص كالتالي تخيل أنه عندنا التالي تخيل أنه الآن طبعا هذه الشبكة الداخلية الشبكة الداخلية لما تكون عندي أكثر من ثلاثة أجهزة تكتب بهذا الشكل هذا البيسي الأول بيسي واحد هذا بيسي اثنين وهكذا تحت تحت لحد عدد معين من أرقام البيسي بيسي ان يعني مهما كان رقم الجهاز طبعا هذا الآن الخط الخط اللي هنا هذا طبعا هذا بيمثل هذا بس لما يكون عندي عدد الأجهزة أكثر من ثلاثة بيمثلهم على أنهم خط والخط هذا متوصل بإيش والخط هذا متوصل بيسي هات واضح الآن هذه الان هذه كلها إيش هذه الان الان طيب ما علينا من هذا الكلام نجي على الكلام الإيش المهم طيب هذه الان عندي الان واضح الكلام الان هذه الان طبعا عشان تتوصل بالإنترنت لازم تتوصل براوتر واضح الكلام لكن في بعض المؤسسات أو بعض الشركات ما فيش راوترز أو حتى في بعض الأماكن الصغيرة يعني في أماكن صغيرة ما فيها راوترز فإيش متى تكون متوصلة هنا بتكون متوصلة باللان هنا إيش هذا مش بيسي ولكنه دي إسعر المودم واضح الكلام جهاز الحضور للانصراف جهاز الحضور للانصراف بيكون كالتالي أو دعني أوضح الرسمة بشكل آخر بقول لك هذا الجهاز الأول هذا البيسي الأول هذا بيسي واحد وهذا البيسي الثاني بيسي اثنين وهذا البيسي الثالث بيسي ثلاثة وهكذا وهكذا كلهم مربوطين بسويتش لاحظ عندي السويتش كابل شبكة واضح من هذا إلى هنا وكابل شبكة من هنا إلى هنا وكابل شبكة من هنا إلى هنا واضح الكلام الان هذا كابل يوتي بي الكابل اللي هنا عايش هو كابل يوتي بي كابل شبكة يوتي بي كات 6 كات 6 طيب الان هذا سويتش الان هذا سويتش السويتش طبعا هنا واصل بمودم واصل بالدس المودم أيضا هذا كابل شبكة لاحظ الكلام عندي كالتالي طيب طبعا المودم فيه ما واصل هنا خط التليفون هذا الآن تليفون الان واصل هنا على الانترنت واصل على الانترنت واضح الكلام طيب فين جهاز الحضور والانصراف وأقول لك جهاز الحضور والانصراف موجود هنا هذا جهاز البصمة هذا الآن جهاز البصمة جهاز الحضور والانصراف لاحظ واصل عني أيضا كابل شبكة واصل من جهاز الحضور والانصراف فيه به كابل شبكة واصل على طول على سويتش طبعا هناك كابل كهرباء واصل واصل بالكهرباء هذا باور واصل إذن التشكيلة عندي بهذا الشكل هذا فنجر برينت ماشي هذا الآن فنجر برينت جهاز البصمة أو جهاز الحضور والانصراف بشكل عام طيب لما يجي الآن طبعا هذه الهيكل حق الشبكة كاملة كيف بيشتغل طيب لما يجي الموظف طبعا أول ما يجي الموظف الموظف هنا أول ما يجي بيدخل بصمة بيدخل البصمة عشان الحضور والانصراف البصمة بتمشي معالها هنا طبعا فيه جهاز كمبيوتر أنزل السوفتوير هنا أنزل البرنامج اللي هو لاحظ عندي هنا على هذا الجهاز أنزل يتم يتم تنصيب برنامج البصمة برنامج الحضور والانصراف على هذا البرنامج بيتم تنصيب برنامج الحضور والانصراف وأضح الكلام بالشكل هذا فبالتالي إحنا بهذا الشكل استطعنا أن نعمل من هنا خلاص أنا أستطيع أن أدخل موظف جديد أأخذ بصمة موظف جديد أتحكم في البرنامج زي ما أريد واضح الكلام طبعا هذه الفكرة والمبدأ التي يعمل عليها برنامج الحضور والانصراف برنامج الحضور والانصراف يعني في الحضور والانصراف في الأجهزة الحديث الآن في موجود هنا سرفر موجود داخل السرفر هذا طبعا السرفر هذا يكون أنا أعطيه الريال عي بي هنا بعطيه عي بي حقيقي هنا في هذا الجهاز حضور والانصراف بحيث أن هذا الجهاز البصمة يتصل بالسويتش والسويتش يتصل بالمودم المودم يتصل بالانترنت بحيث أن السرفر هذا يأخذ باكب كل ثلاثين ثانية كل ثلاثين ثانية يأخذ باكب من البيانات عشان ما أضيع علي عشان لو عمل كراش هذا الجهاز اللي هنا يعني راح الجهاز اللي هنا أو انقطعت الشبكة أو المهم إلى آخره بيعمل ايش بيعمل ثلاثين ثانية لكن شرط الباكب أنك لازم أنت تكون متصل بالانترنت واضح الكلام لازم تكون متصل بالانترنت في نقطة أخرى أنا عشان أدخل على السرفر اللي هنا هذا السرفر اللي هنا السرفر برا السرفر موجود بريال عي بي عشان أدخل عليه في لهواب انترفيس أدخل الائ بي 173 198 لازم يكون ريال عي بي حاجة زي كذا و أدخل عليه أدخل لي يوزر نيم واش يوزر نيم باسور حاجة زي كذا زي الدي دي دي ناس حاجة زي الدي دي دي ناس بتشباههم الأحد أيش الأحد كبير طبعا بالشكل هذا هذا بالنسبة للفكرة العامة فكرة عمل البرنامج أتوقع أنه بفكرة عمل البرنامج صار جدا وامحي نجي عن النقطة الثانية اللي هي آلية مكونات طبعا إشكامة الأولى فكرة عمل الجهاز هذه انتهينا منها النقطة الثانية والما في الأعالم سأخبرون انته سYY ستشkenntلكم مكونات الجهاز مكونات الجهاز ستكون الجهاز الجهاز نفسه سأعرض لكم صورة الجهاز الجهاز نفسه هو عبارة عن جهاز شيء يوجد هنا مكان للبصمة هنا مكان للبصمة هنا مكان للبصمة في هنا مكان للكرت طبعا الكرت يتم عرضه عرض فقط واضح وفي هنا شاشة الشاشة هذه بتتم فيها التحكم طبعا في هنا أزرار هنا بتنس موجودة هنا بتنس واضح الكلام في له الجهاز في له محول المحول هذا دابتر بيشتغل على 12 فولت مثل ما اسلفنا سابقا توصل على طول هذا الان كهرباء على كهرباء أو طوار في موجود فيه منفذ شبكة هنا منفذ تحت هنا منفذ هذا بيروح للشبكة لاحظة الكلام هذا المنفذ اللي تحت هذا بيروح فين بيروح للنتورك بالشكل هذا بالتالي أنا الآن هذه تقريبا كل مكونات الجهاز طبعا في مكونات أخرى للجهاز اللي هي سكريوس اللي هي عبارة عن مسامير صغيرة واضح المسامير هذه بتثبت الجهاز يعني أشياء تكميلية هذه أشياء مكملات مكملات كهربائية طيب انتقلنا إلى النقطة الثالثة طبعا الآن هذا أنا رويتكم الجهاز بشكل نظري بكونات الجهاز لكن رح نأخذها بشكل عملي واضح الكلام طيب الآن رح أعرض عليكم جهاز الحضور والأنصراث كالتالي هذا جهاز الحضور والأنصراث طبعا مثل ما ترون في الكيس طبعا أول ما تأخذ الكارتون حق الحضور والأنصراث رح تلاقي لكل جهاز في سريال نمبر موجود على كل جهاز هنا هذا عبارة عن سريال نمبر عبارة عن سريال نمبر موجود في الجهاز بحيث أنك تستطيع تأخذ السريال عشان تدخل عليها هذا عبارة عن كتيب مرفق كتيب مرفق للجهاز هذه عبارة عن تعليمات من الشركة كيف ألي تشغل كتاب الجهاز هذا هو الأدابتر هذا الآن هو المحول محول الجهاز لاحظ عندي الجهاز شغال بالشكل هذا هذا الأدابتر طبعا الجهاز بيقبل 220 فولت هتلاقي هنا هتلاقي التيار الموجود هنا هتلاقي حجز 220 فولت هتلاقي حجز 220 فولت 10 أمبير أو 3 أمبير حجزة كذا المهمة هذه كهرباء هذه عبارة عن بطارية صغيرة للجهاز بطارية صغيرة للجهاز واضح الكلام هذه عبارة عن مكونات إضافية للجهاز يعني كيف يتكون الجهاز وإش الأشياء الموجودة فيه لاحظ عبارة عن مسامير داخل المسامير هذه حاجة بتثبتها كذا في الجدر يعني لو جيني نفكه هذا بس عشان تتوضح لكم الصورة هذا بيركب كذا في الجدر عشان بيثبت الجهاز في داخل مسامير يعني ما يحتاجت سهل هذه عبارة عن كروت للجهاز هذه كروت للجهاز لاحظ هذه كروت كل كرت لو تلاحظ كل كرت في الجهاز موجود له سريل نمبر بحيث أني أول ما أعرض الكرت هذا على الجهاز بيعطيني إيش بيعطيني أوكي واضح الكلام وفي الأخير نجي للجهاز في الأخير نجي للأس نجي للجهاز كما تلاحظون الجهاز طبعا هذا الواجهة الأمامية للجهاز لاحظ عندي هذه الواجهة الأمامية للجهاز الجهاز كالتالي طبعا هذا الشاشة عشان البصمة تضغط البصمة هنا هذه شاشة بتعرض لك إيش موجود وهذه الزرار أنت تتحكم فيها الحضور ونصراف إلى آخره هذه الواجهة الخلفية للجهاز طبعا هذه المسامير عشان بيتعلق الجهاز فيها لاحظ عندي طبعا الجهة الصيني كما تلاحظون ميدين تشينا هذه الواجهة اللي هي واجهة الرب طبعا الواجهة اللي هنا أنا أستطيع أني أسحب البيانات عن طريق أوصلها إلى شاشة أو أوصلها إلى كابل شبكة طبعا هنا هذا اللي هنا كابل USB أنا أستطيع أني أسحب البيانات عن طريق USB طبعا هذا الزر الباور واضح الكلام هذا الزر اللي إيش زر الباور لو تلاحظون الأشياء المرفقة اللي جاي مع الجهاز إيش هي جاي مع الجهاز كابل كابل شبكة كابل شبكة بسيط طبعا هذا ما رح نعتمد عليه رح نستخدم الكابل شبكة الكبير في جاي مع الجهاز تلاحظ USB flash لو تلاحظ USB flash فين تركب طبعا لما تلاحظ هذا USB flash ما تقدر تركبها هنا ما فيش لها منفذ لو تلاحظ المنفذ غير يعني مش 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 نفس المنفذ اللي فيه إيش مش نفس المنفذ اللي فيه إيش إيش إحنا إيش بنسوي في عنده كابل كابل بيحول من USB طبعا هذا الكابل إيش وضيفته هذا من هذا الطرف USB لاحظ هذا طرف USB هذا الطرف الآخر طرف بيبوله الجهاز فأنا أركب الفلاش بالشكل هذا لاحظ 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 أنا ركبت الفلاش كده وأروح على الجهاز أروح على الجهاز أركب الطرف الآخر كده لاحظ استطعت أني أركب استطعت أني أركب لاحظ بالشكل هذا استطعت أني أركب لاحظ استطعت أني أركب جهاز الفلاش أتوقع بالشكل هذا صارت كل الأشياء واضحة مرة ثانية عشان اللبس جهاز البصمة كما ترون موجود عندي هنا VGA موجود عندي كابل Ethernet واضح الكلام موجود عندي كابل VGA موجود عندي كابل Ethernet موجود عندي كابل USB قلنا USB ما بيركب مباشرة لازم تركب كابل بيحول من بورت الجهاز إلى بورت USB واضح الكلام بالشكل هذا هذا الثاني واضح الكلام هذا كهرباء يعني الجهاز بيشتغل إما على كهرباء هذا الكهرباء وهذا البطارية واضح الكلام هذه عبارة عن كروت يعني أنا لما بستخدم الجهاز يكون كالتالي كارت نفترض Einstein نفترض powinien هذا جهاز البصمة موجود هنا لاحظ الكلام نفترض الان جهاز البصمة موجود هنا فأنا لما بجيب الكارت بعرض الكارت بالشكل هذا لاحظ أنا بعرض الكارت بالشكل هذا أول ما بعرض الكارت بالشكل هذا بيطلع لي ستتخدم هيا كي موافق واضح الكلام طيب لو جينا نركب الجهاز نوصل نحضر الكهرباء نحضر الكهرباء نحضر الدي لحظة الجهاز عندي الان وصل بالبور بشكل جيد لاحظ بالشكل يكون الجهاز أصلاً يشتغل واضح الكلام خلاص الآن الجهاز جاهز للعمل طبعاً ممكن يستخدم خارج الشبكه وممكن يستخدم داخل الشبكه كما تعلمون أول ما حيبدأ الجهاز ستلاحظ هنا الساعة شغاله معنات أن الجهاز بدأ يشتغل بالفعل بشكل جيد ستلاحظ several from G-20 وسهزت من الجهاز بشكل جداً شكراً بشكل جداً شكراً بشكل جيد ستلاحظ بهذا العكس هو أنها بشكل جداً اشتركوا في القناة 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 لاحظ اش عندك هنا عندك بريكاوت عندك بريكاوت هذا الام لاحظ اول ما اضغط عليه اضغط عليه عشان اعدادات الشبكة لاحظ عندي الآن ظهرت عندي بشكل جيد فنا أروح على الشيطان طبعا في عندك هنا الأزرار اللي هنا هذا طبعا أشياء بسيطة جدا أروح بعدها فين لاحظ أروح على الشيطان وضغط نفس نفس الم والأوكي هو نفس الشيطان لاحظ عندي الآن الآن صار عندي والأوكي هو والأوكي طيب إيش بيبقى معايا هنا بيبقى معايا هنا إني أروح على الـ Settings طبعا هذا الـ Escape بيطلعك من بيطلعك من المود طبعا الجهاز بواجهة عربية الجهاز بواجهة عربية فنروح هنا على حاجة اسمها الـ Network واضح الكلام أروح على الـ Network اللي هنا طبعا جنب الـ Tools جنب هذه الأيكونة في موجود أنه الـ Network وأخذ الكلام أوكي طبعا هنا هنا الـ Network ضبط الـ Network لاحظ عندي هتلاقون هذا الجهاز أخذ IP أوتوماتيكلي لاحظ عندي الجهاز أخذ IP أوتوماتيكلي لماذا كان الـ IP 192 161 121 واخذ IP وتماتيكلي واضح الكلام فأنا أشهد أضغط عليه هنا أوكي مضبوط أضغط هنا أوكي وعدها هنا أشهد أضغط أوكي حسن لو تلاحظون في الجهاز خلاص لما يظهر لي هذا الرمز معناته الجهاز متصل بالشبكة بشكل جيد الجهاز متصل بالشبكة بشكل جيد لاحظ أنا الآن رح أدخل مستخدم جديد طبعا واجهة انترفيس عربية جدا بسيطة ما بتحتاجي لأي جهد كانت إنجليزية يعني كل أجهزة البصمة بتشتغل على هذا المبدأ الآن عندما سأدخل البصمة لاحظ عندي لاحظ عندي لا يرجى المحاولة مرة أخرى لماذا؟ لأنه أنا ليس مدخل بياناتي أصلا فعشان كذا ما سيظهر عندي بشكل أساس الآن أنا أقوم بإدخال مستخدم جديد لاحظ أنا سأدخل مستخدم جديد طبعا أنا رح أرفق لكم البيانات كيف تستخدم الجهاز من هذا الموديل كلها نفس الأشياء أروح على هنا هضغط على مستخدم إدارة مستخدم لاحظ عندي إدارة مستخدم أوكي أختار أنا مستخدم جديد أوكي وعن اسم المستخدم هيكون مثلا أي اسم لاحظ في نقطة مهمة أنا أدخل فقط هوية المستخدم الـ User ID والبصمة من الجهاز البيانات الأخرى الـ User name الحوية كل شيء آخر رقم التلفون رقم العمل فترات الدوام كلها من خلال البرنامج هذا الجهاز فقط يستخدم لإدخال البصمة فقط أو استخدم كرت لاحظ عندي أنا رح أستخدم بصمة بالشكل هذا أوكي لاحظ عندي أظهر أني لازم أدخل البصمة لاحظ بالشكل هذا المرة الأولى المرة الثانية المرة الثالثة لاحظ خلاص أنا بالشكل هذا إيش تم إدخال المستخدم هذا أروح أسوي موافق أيضا لاحظ عندي الآن شكرا لك لاحظ تم قبول لازم البصمة طيب كيف استخدم الكرت كيف استخدم الكرت نفس الشيء لاحظ عندي الكرت بس عشان تكون في الصورة الكرت عندي بالشكل هذا هذه حبارة عن مجموعة من الكروت الالكترونية الكرت هكذا لاحظ لو بتلاحظ في الجهاز هذا المكان بيقرأ لك الكرت هذا للبصمة هذا المكان بيقرأ الكرت عن طريق الـ IR فأنا أول ما أستخدم الكرت وأنا أستخدم الكرت فين؟ هذا سريل نمبر تبع الكرت كل كرت فيه له سريل نمبر فأنا أوجه السريل نمبر على الكرت بطاقة غير مسجلة ليش لأني ما أرفقت هذه البطاقة باسم المستخدم لاحظ الآن أنا راح أعدل البيانات اللي أدخلتها على المستخدم السابق تحرير أنا الآن راح أدرج للشخص هذا بطاقة واضح الكلام أدرج للمستخدم هذا بطاقة لو تلاحظ الصورة مش عارف أصور لكم اللي داخل اللي كان لكن إن شاء الله راح تفهموا بشكل أكثر طيب إدرج بطاقة أوكي يقول لك أدرج البطاقة إيش هي؟ تلاحظ حفظ البطاقة تم إيش حفظ البطاقة؟ حضرت على اسكيب أنا الآن كمستخدم كمستخدم يعني إما إني أستخدم الأسبوع كالتالي لاحظ شكرا لك يعني إما إني أستخدم بهذا الشكل أو أستخدم بهذا الشكل لاحظ عندي أو أستخدم بهذا الشكل بطاقة غير مسجلة بطاقة غير مسجلة يعني لم يتم الحفظ الآن بشكل جيد مرة ثانية ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة طيب تم الحفظ الآن اضغط طيب اوكي طيب اروح انا على حفظ خلاص الآن انا تم الحفظ لاحظ عندي انا رح ادخل الآن باستخدام البصمة لاحظ لاحظ تم الدخول باستخدام البصمة لو انا اريد ان ادخل لاحظ الآن كيف الايبونة لو انا اريد ان ادخل باستخدام الكرت هذا الكرت الان موجود امامي هذا الكرت وهذا الجهاز شكرا لك شكرا لك واضح الكلام خلاص تم الحفظ لو استخدمت كرت اخر يعني قلت لزميلي هذا الكرت وانت استخدمه بشكل اخر ايش رح يسوي بطاقة غير مسجلة بالتالي ما استطيعني هذا بالنسبة للجهاز مكوناته اتمنى اني افدتكم والسلام عليكم